النهاردة هنتكلم عن خطوات تصميم ملزق اعلاني او بوستر طبعا البوستر لازم نعرف احداف مهمة جدا عشان خاطر نبقى احنا شغالين في الاتجاه السليم منها مثلا ان البوستر ده مين اللي هيشوفه وهيتشاف من على مسافة قد ايه فبالتالي لازم الرسالة لو انا معدي وراكب عربية ولمحت بوستر ان انا اقدر اشوف واوصل للمضمون لداخل هذا المحتوى الحجم اللي احنا بنعمله هو اللي احنا هنشتغل عليه ده 35 في 50 سنتر اللي هو ربع فرغ بنشتغل جواه في حيز جوا 35 في 50 وبعد كده هنتكلم عن اختيار الالوان وان احنا ازاي نبدأ نحط الافكار بالسكتشات الفري هند اللي تديني الفكرة وبعدين نشوف طرق التنفيذ بعد كده هتبقى ازاي طبعا في الاول لازم نعمل افكار كتير يعني مفيش حد يحصر نفسه في فكرة واحدة ويبقى عنده مجموعة من العناصر يعني العناصر دي هت ممكن تبقى هي العرائس اللي مصممها ممكن تبقى اه من خلال البحس اللي احنا بنعمله احنا دايما قلنا اي تصميم لازم يسبقه عملية بحسية ممكن يبقى عندي العناصر الموجودة من التحريك المريونيت من العرائس نفسها من استثارة بتاعة المسرح زائد من الكتابة عنصر اساسي في التصميم يعني الكتابة كتلة رئيسية في التصميم لازم اراعي حجمها وكتلتها في التصميم فيبقى عندي العملية البحسية هتديني مجموعة من العناصر اللي تخليني اقدر ان انا اشتغل في التصميم زي ما قلنا الكتابة هي جزء اساسي لاحظوا كده تشوف الكتابة ازاي هنا جزء اساسي في التصميم بص ده خلت ازاي بطريقة مبتكرة في التصميم او ان هي تنزل اه وزواء ان انا بتعامل مع الوان مسطحة بسيطة كويس او مع مجموعات لونية بس يبقى عندي الرسائل واضحة من خلال الكتل المكونة للبوستر دي نمازج واحنا بنقول ان فيه اه كل واحد في نا بيفكر بقى هيستلهم الفكرة بتاعته اه من ايه اه معاه الصور معاه الحاجات المرجعيات اللي شغال بيها قدامه معاه اساليب للكتابة يتفرج يشوف ازاي اكتب سواء بالعربي او بالانجلش لان الكتابة اصبحت جزء اساسي من التصميم واللون والعلاقات اللونية يعني يبقى عندي اعتقد ان التصميم قدامنا ده لو شفناه حاج مصغير هنقدر نوصل للرسالة بشكل مزبوط بقى ممكن اه فيه خلفية اه واستخدام الوان محدودة يعني هنلاحظ كده كل بوستر قدامنا تقريبا ثلاث الوان ممكن يخش فيهم درجات بس ما تاخدش العين بحيس بقى عندي درجات محدودة من الالوان الكتابة عنصر اساسي وعندي عناصر بشتغل بها عشان اعمل تصميم البوستر بتاعي طبعا فيه طرق كتير واساليب كتير ممكن بقى شكل مبسط جدا مفروش زلال ممكن يبقى فيه اه اساليب مختلفة لكن هنلاحظ في كل التصميمات فيها الكتابة موجودة عنصر اساسي هنا ممكن يبقى المكان ده متسابل للكتابة وعندي فيه عنصر بيبقين لي ان الموضوع اللي انا عامل عليه البوستر ايه هو بالزبط افكار محددة اه فيها العناصر الواضحة ان انا بتكلم على هنا عرايس ماريونيت ممكن الجزء ده من بورج ايفل بتاع اه فرنسا يمكن تكون احداث موجودة للعمل ده اه لها اه علاقة بالمكان اه اله على الشمال احنا عندنا شايفين الكتابة عنصر اساسي ممكن واخد مستلهم من شكل المسرح ومع الشخصيات اللي هي شغال عليها طبعا ممكن احنا ما يبقاش عندنا مطلوب مننا هذا العدد من الشخصيات احنا ممكن البوستر يبقى فيه شخصية واحدة او اتنين اللي بنشتغل عليهم ويبقى البوستر معبر عن الموضوع اللي احنا بنشتغل عنه يعني لازم زي ما بنشوف كده شوفوا فيه بساطة ممكن الايد لو حتى لو هي معمولة اه بتفاصيل وبظل ونور لكن في النهاية هي كتلة ومجموعات لونية قريبة من بعضها هنا شوفوا تقريبا يكود يكون البوستر عبارة عن لونين اتنين بس هنا شغال بالكتابة طبعا احنا ما بنعملش كتابة بس لان احنا بنعمل بوستر لموضوع معين مرتبط مع رئيس ماريونت وهكزا طبعا لو انا هشتغل في الخلفية وهحط عناصر ده بيكون هو عامل اه الديكور كمان فبياخد جزء من الديكور يخلي في الخلفية احنا ممكن التصميم يبقى الخلفية اه مساحات اه بسيطة ابسط من اللي موجودة عندنا هنا لكن انا حبيت اعرض لكم نمازج مختلفة من التصميمات واخيرا اه دي نمازج من شغل ازا ما يلكو اه اللي سبقوكو اه يمكن هنا مسلا مساحة الكتابة زيادة وكبيرة او زيادة عن اللزوم بالظل بتاعها مش مناسب لكن القطع والفكرة اللي احنا بقول للفكرة هنا علي بابا عشان وقع على الكنز فبقى الكنز هو المحور الاساسي اللي موجود عنده هنا وهنا نفس الكلام بقى الكنز والعلي بابا والاربعين الحرامي اللي موجودين وراء ها والكتابة عنصر اساسي هنا كل واحد ازاي انا بقول لكم انه نفس الموضوع ممكن كل واحد يتناوله بطريقة هنا اه اه علي بابا هو خد الفكرة لان الحرامية دخلوا اه اه من خلال ان هما كانوا مستخبين في الزلع او البلاص الكبير اه فكان الحرامية مستخبين فخد الفكرة من هنا وبقى عنده الكتابة يمكن هو عنده هنا مشكلة ان الكتابة طبعا مقطوعة وكبيرة اوي على المساحة وكان عناصر تصغر شوية كان هيبقى احسن لكن ديت نمازج من شغل اه زمالكو اه بحيث ان احنا نعرف ان البوستر لابد ان هو يكون معبر عن الموضوع اللي بنشتغل عليه ولابد ان يكون الكتابة فيها عنصر اساسي اه اه وعدد محدود من الالوان اه طبعا اه لازم تعملوا افكار متنوعة افكار مختلفة ونقدر ناخد منها اه احسن ما فيها وهو ده اللي نشتغل عليه شكرا جزيلا شكرا جزيلا